السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة إحنا هنشوف مثالين مثال الشخص ده اللي هو بيقضي حياته على الإنترنت بيفضل يكون متفرج على اللاعبين أما الشخص ده صاحب خطة وبيفضل يكون لاعب في الملعب خلينا نشوف الفرق ده أول حاجة الحال اللي احنا عايشينها دي لازم ناخدها من المفهوم اللي هو إيه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموض غدا يعني اللي انت محتاجه هات ورق أو ألم واعمل خطة لحياتك الوقت لما هل سؤال وترد علي بصراحة هل انت مبسوط لما تلاقي نفسك طول عمرك تركب الأوتوبيس وقف كده في الأوتوبيس واحد معلش يعني رحت وحشة طيب انت ايه زنبك أو تلاقي واحد كده بيتكلم في التليفون ألو أيوة والصوته عالي ويأثر على ودانك طيب انت ايه زنبك طيب هل انت تردع الحياة دي تقضي طول حياتك أوتوبيسات وغير كده غير تعب الأوتوبيسات والمكربصات غير كده اللي انت بتستنى الأوتوبيس ربع ساعة على نصف ساعة في معادك لكن لو انت عملت خطة لحياتك وصممت ان شاء الله انك تحقق حلمك هيكون عندك عربية تحت بيتك والمكيفة في وسط الحر تشغل كده التكييف وتسوق العربية وغير كده طبعا انت وانت في التكييف مثلا وسائل عربية تقدر توصل لهدفك أكتر هتقول لي ازاي علي مثلا لو انت بتتعلم لغة هتعمل ايه هتشغل الراديو تفضل تسمع اللغة لو انت عايز تنمي زكائك هتسمع حلقات كيف تكون ناجح في حياتك كيف تكون كو في حياتك كيف تؤثر على الآخرين شوف نتكلم عن الشخص ده شوية ونتكلم عن الشخص ده شوية خلينا نتكلم على الشخص اللي قاعد جنبية ده ده ربنا رزقه عقل زكي جدا وطاقة وقوة كبيرة تهد جبال تهد جبال لكن مع الاسف عمل ايه فضل اللي يكون متفرج على اللاعبين يعني يسحى من نوم كل يوم يقضي يومه هو هو نفس الروتين الممل وفي الآخر بعد كذا سنة يجي له حالة احباط يقول انا مش عارف اعملي في الحياة دي انا مش مبسوط طيب ما انت ما انت السبب اللي عملت قضي بقى تليفونك كده على الانترنت ومش عارف تشغل العقل العقل ده ممكن يبدع الناس اللي اخترعوا الزرة الناس اللي اخترعوا الكهربا الناس اللي اخترعوا الكاميرا اللي احنا بنصور فيها دلوقتي الساعة قضي حياته اتبع هوا هو من الناس اللي اتبع هوا وماقدرش يمسك نفسه بعد كده انا متأكد يومي الايام هيجي ويندم بعد كده هيفضل طول عمره يعني في حياته اما الشخص ده صاحب هدف حاطت هدف وعنده ثقة بالله ان هو هيحقق هدفه ليه ان الله لا يدعو اجر المحسنين وان الله مع الصابرين اللي يصبر ويكون عنده ثقة بالله هيوصل ان شاء الله الشخص ده عامل ايه بكل بساطة دايما بيكتب الخطة بتاعته ويقول انا لازم ان شاء الله اوصل لخطتي وعنده ثقة بالله ان هو هيحقق هدفه حتى لو اتأخر شوية سنة سنتين ثلاثة بس بعد كده هيرتحته لعمره فانت تفضل تكون زي ده وبعد كده هتندم ولا تفضل تكون زي ده تمسك وتتحكم في هواك لكن بعد كده سنة سنتين ثلاثة حتى خمسة هتعيش ملك طول عمرك ان شاء الله وتحقق اللي انت عايزه اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ورجاءا تعملوا شير وتشاركوا الفيديو ده لعل انسان يشوف الفيديو ده وبسبب الفيديو ده يتغير حياته كلها ان شاء الله والرسول الرسول الرسول السلام قال اتدل على الخير كفاعله شكرا اتمنى ان شاء الله اشوفكو دايما ناجحين علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة اشتركوا في القناة